سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كلمة مبارح خلال افتتاح النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه الرئيس اتكلم عن أن مصر بتضع المياه على رأس أولويتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقاءه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا الرئيس كمان قال أن هذا الحدث السنوي أصبح منصة دولية متجددة بتهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشركات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية بسم الله الرحمن الرحيم معالي السادة الوزراء السادة الصفراء السادة ممثل الوفود والمنظمات السيدات والسادة سريني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود هذا الحدث السنوي الذي أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم نظراً لأهمية التباحث في موضعة إدارة وتنمية الموارد المائية خاصةً في ظل تساعد أزمة الشح المائي ونظرة المياه لأزباب عوامل طبيعية وبشرية بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه وما تؤكد من ضرورة الإختار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور وإجراء الدراسات اللادمة وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان وعدم الإدرار وتزمن موعد إنعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي بما يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القري السيدات والسادة تضع مصر المياه على رأس أولوياتها حيث اعتبر نهر النيل تحديداً قضية ترتبط بحاية الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98% ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاماً سياسياً دقوباً وجهوداً دبلوماسية وتعاوناً مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وفي ضوء التزام مصر العميق بهوياتها الإفريقي تمنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القرية ذات السلة بالمياه كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجرس وزراء المياه الأفريق لتؤكد مجدداً هذا الالتزام حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعظام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه علاوة على ذلك تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتوميل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجال المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل المواني وبناء سدود حصاد الأمطار وفي هذا السياق فإنني أدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الإفريقية السيدات والسادة إن المياه هي سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع من مصر هبة نهر النيل العظيم بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض وبضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية وختاما أود أن أجدد الشكر لكم وأن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر كما أقارب عن تطلعي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في القروب بتوصيات قادرة على دفع جندة المياه الدولية قدما بما يدعم تطلعاتنا التنموية ويحقق رخاء العالم والاستقراري وفقكم الله وكل الجهودكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته